استئناف الرحالات الجوية بين مطار الجزائر وطرابلس وإعادة بعث المعابر الحدودية إلى جانب خط بحري لنقل البضاع والمسافرين هي هم النقاط التي خلص بها اللقاء الثنائية بين وزير النقل والأشغال العمومية الجزائرية مع نظيره الليبية العديد من المواضيع طرحت منها فتح المعابر الحدودية دراسة فتح المعابر الحدودية دراسة إعادة الجوالات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة وأيضاً إعادة فتح خط بحري لنقل البضاع هذا كله على أساس أنه نكونه أقل تقدير في فترة قريبة قادمة سوف تبدأ المصالح والهيئات والأجزاء الخاصة بالنقل البري والبحري والجوي في التواصل الأفقي وبداية العمل إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة لقاءة وزارية ثنائية جزائرية ليبية شملت مختلف القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المالية العمل الصحة وغيرها في فرص أكيدة لدهاب إخوانا الجزائريين للعمل للعمل الفنية يردون مناصب عمل في ليبيا في مجال المحروقات والميكانيك والصناعات الكبرى كذلك تفقنا على تفعيل التعاون في إطار المساعدة للأشقاء الليبيين في التكوين والرسكة على مستوى الجزائر الاستعانة بالخبرات والمهن الحرفية التقنية من المهندسين والخبراء الجزائريين للعمل في المجال النفطي ومجال الكهرباء والصناعات التقيلة كالحديد وأيضا تقنة المعلومات تبادل الخبرة ووفود جزائرية وأطباء جزائريين انتقلوا ليبيا أو أطباء ليبيين انتقلوا الجزائر هذا هو هدف أخذ بنا جانب كبير وهو جانب علاج الأورام خصوصا علاج أورام الأطفال اللي يحتاج إلى زراعة النخاع ونحن نعرف جيدا وتعرفنا اليوم أكثر بأن جزائر فيها من الخبرات العديدة في مجال علاج الأورام الكبار والصغار وزراعة النخاع وعلاج إشاعي لقاءات من شأنها المساهمة في تفعيل أهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي شارك فيه حوالي 400 متعامل اقتصادي للرفع من مستوى المبادلة التجارية بين البلدين اشتركوا في القناة